من نعم الله تعالى وآياته العظيمة أنهم ففيه راحة لنا وتجديد لنشاطنا قال تعالى ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاءكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن شكر هذه النعمة مراعاة آدابها ومنها أن تراعي قواعد السلامة في المنزل فتطفئ النار قبل أن تنام حتى لا تؤذي أهل البيت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تترك النار في بيوتكم حين تنامون وأن تراعي قواعد الصحة والنظافة الشخصية من غسل اليد والفم جيدا قبل النوم ففي الحديث من نام وفي يده غمر أي دسم ووسخ ولم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه وأن تستحضر أن النوم موتة صغرى تذكر بالموتة الكبرى والاستيقاظ منه يذكر بالبعث والنشور ولدا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام قال باسمك اللهم أموت وأحيا وإذا استيقظ مما نامه قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور وإن كان عندك شيء تريد الوصية به فبادر بكتابته لا سيما الحقوق الواجبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده ومن آداب النوم أن تتوضأ قبل أن تنام فإن الله يسخر لك ملكا يدعو لك فيقول اللهم اغفر لعبدك فلان فإنه بات طاهرا وانفض فراشك قبل نومك ثلاث مرات وقل باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين واقرأ الإخلاص والمعوذتين فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه نفث في يديه وقرأ بالمعوذات ومسح به ما جسده ولتقرأ كذلك آية الكرسي فإن الله يحفظك بها من الشياطين والآيتين من سورة البقرة فإن من قرأهما في ليلة كفتاه ولتختم ذلك بقولك اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رعبة ورغبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت